وصفة اللبنة اللي بالبنجر عبارة عن غموس اللبنة اللبنة ممكن تستبدلوها بجبنة كريمي أو باشتة حامدية لو حبيته عندنا شوية بنجر مسلوقين ومبشورين السكر والبقدونس هنعمل ايه؟ انا هقول لكم بسم الله هاخد 3 اربع البنجر ده هنا ده مسلوق يا جماعة ومبشور هاخد 3 اربعه هنا في الكبة هتديله ملح هتديله فلفل هتديله معلقة زيت زتون هحط اللبنة هنا اللبنة بس في درجة حرارة الغرفة ها عشان نعرف ان احنا نخلطها كويس هحط عليها البنجر اللي احنا تحناده ده اهو كده ناخد كل الكمية نبتدي ندخل البنجر جوه اللبنة نعاي شوية لبنة تانين لو حسيت ان انا محتاجة هزود بس انا قلت ايه خلينا الاول كده نشوف الكمية طبعا في ناس تحب البنجر قد اللبنة اكتر اقل دي ازواق شخصية بقى بس بصوا بقى اللون والفايدة والطعم كل الناس اللي بتعاني من الانيميا البنجر طبعا معروف بفويده ليهم بسم الله الرحمن الرحيم بدي نحط اللبنة هنا انا مستخدمتش سكر لاني البنجر عندي مسكر حلو دايما بنضيف معلقة سكر لو البنجر عادب شوية عشان نعدل طعمه بس انا البنجر عندي هنا حلو فقلت ايه مفيش داي ان انا ازود سكر شوية بقدونس ادي له مسحة كده من الزيت اشتركوا في القناة